في هذه الأثناء يشهد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة انطلاق فعاليات الدورة الحادية والثلاثين من أيام الشارقة المسرحية التي تنظمها إدارة المسرح بدائرة الثقافة في قصر الثقافة بالشارقة بحضور نخبة من الضيوف والمشاركين من مختلف أنحاء الوطن العربي وبمشاركة أحد عشر عرضا مسرحيا ويشهد حفل الافتتاح تتويج الفنان الكويتي جاسم النبهان بجائزة شارقة للإبداع المسرحي العربي الدورة الخامسة عشر وتكريم الفنان الإماراتي بلال عبدالله بوصفه الشخصية المحلية المكرمة كما يقدم في الحفل أعضاء لجنة التحكيم التي تضم أسمها التوفيق من الكويت ووليد الزعابي من الإمارات ومتحة الكاشف من مصر ومحمد الحر من المغرب وإبراهيم نوال من الجزائر واختارت لجنة المشاهدة والاختيار السبعة عروض لتتنافس على جوائز الدورة الحادية والثلاثين للأيام إلى جانب أربعة عروض لتقدم على هامش تظهر ويلي تقديم العروض ندوات نقدية يومية بينما تشهد الفترات المسائية جلسات حوارية حول قضايا فنية وفكرية تتعلق بالمسرح العربي ويصاحب الدورة الحالية الملتقى الفكري المقام تحت شعار المسرح نافذة أمل وملتقى الشارقة لأوائل المسرح العربية